موسيقى موجز الاخبار من المحور اهلا بكم اعلنت وزارة الصحة والسكان تفعيل منظومة الرسائل النصية الخاصة بالتطعمات الروتينية المجانية للاطفال المسجلين بمنظومة التطعمات وذلك في اطار استراتيجية التحول الرقمية بناء على توجهات القيادة السياسية وقالت الوزارة في بيانها ان المنظومة تعمل على ارسال رسائل تسجير لأولياء الامور قبل تاريخ استحقاق الجرعات بمدة زمنية 48 ساعة بداية من اول شهر فبراير 2024 وذلك لعادة التسجير والمتابعة في حالة تخلف الطفل عن جرعته التطعمية وتحمل الرسائل اسم الطفل ونوع الجرع المستحقة طبقا لتاريخ ميلاد الطفل شهد الدكتور محمود عسماط وزير قطاع الاعمال العام توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين شركة النصر العامة للمباني والانشاءات ويحدى الشركات العاملة في مجال التنمية الزراعية والانتاج الحيواني والتصنيع الغزائية واكد وزير قطاع الاعمال حرص الوزارة على العمل والتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الادارية والفنية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمولية ضخمة ويستهدف بروتوكول التعاون اقامة مشروع تصنيع زراعي وانتاج حيواني وذلك باستغلال مساحة مئة فدان من ارض مزرعة الصلاحية بمدينة الصلاحية الجديدة بحجم استثمارات اولية تبلغ قيمتها خمسمائة مليون جنيها اكد الدكتور هانيس ويلام وزير الموارد المائية والرية ترحيب الوزارة بتوفير كافة اشكال الدعم المطلوب للاخوة الفلسطينيين في مجال المياه بشكل عاجل عن طريق مجموعة من الاجراءات الانية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية جاء ذلك خلال اللقاء عقده وزير الموارد المائية والرية مع المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية والوفد المرافق له واشار وزير الرئي الى استعداد الوزارة لنقل الخبرات المصرية للجانب الفلسطيني في مجالات حصاد مياه الامطار والادارة الرشيدة للمياه الجوفية كاجراءات مستقبلية للتعامل مع تحديات المياه بالاراضي الفلسطينية تابع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للانتاج الحربية اخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع اقامة اول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها الى طاقة كهربائية واكد وزير الانتاج الحربي اهتمام الدولة بتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئية لمواجهة التغير المناخية واشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تدعم هذا المجال تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مشروعات الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة العالمين مطروحة وذلك في المسافة من محطة القاهرة حتى محطة السخنة حيث تابع تنفيذ وتشطيب المحطة ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لها حتى الوصول الى صلاة التزاكر والتنقل بين الارصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل ركاب وكذلك خطة الاستغلال الاداري والاستثماري الامسل للمساحات بالمحطة كما تابع وزير النقل التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة وكذلك التشطيبات النهائية لمحطة العاصمة وهي محطة تبادلية مع الخطار الكهربائي الخفيف الارتي وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة الى العاصمة الادارية والتي تعد من اكبر المحطات في الشرق الاوسط بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية